الحكاية الكبيرة اوي اوي يوم الاربع اللي فات قبل مباراة الاهلي واجبوتي وقفت هنا زي بيروا فارق عفوا يوم الاهلي من شوية يوم الاربع اللي فات قبل مباراة منتخب مصر يوم الخميس وقفت هنا فارد سدري وصوتي عالي وعند ساقة غريبة اوي وقلت اوعوا تفتكروا ان جمهور مصر مش هيروح يدعى منتخب مصر في المدرجات اوعوا تفتكروا ان جمهور مصر مش هيملى الاستاد بكرة هتشوفوا جمهور منتخب مصر هيملى الاستاد قد دي وشفت حيغي اللي انا قلته طبعا ماشي فشفت المنظر دقيقت شوية شويتين تلاتة اربعة بدأت اسمع تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة اللي ابرزها لما كانوا بيتسئلوا ليه الجمهور او الجمهور غايب عن مباراية منتخب مصر في كانوا بيقولوا احنا ما نعرفش الجمهور لي غايب عن مباراية منتخب مصر حاجة غريبة جدا الجمهور روحوا دا منتخب مصر ويدعموه سندوق اتحاد الكرة بالكلمة بالصيغة دي بس هو بصراحة انا ممكن اقول كده المشجع العادي يقول كده هم ليه الناس ما بتروحش مباراية منتخب مصر بس اتحاد الكرة اللي شغالين في اتحاد الكرة اعضاء اتحاد الكرة ورئيس اتحاد الكرة مسؤول الكرة في مصر المفروض يبقى عندهم الاسباب وعندهم الحلول مش متفاجئين زينا انا اتفاجئت حلقة مش المفروض تبقى متفاجئ فهم ان مع كامل الاحترام يعني المسؤول الاتحاد الكرة ما شوفش حد فيهم قال نعمل ايه قال نحل ازاي قال ايه سبب المشكلة نحلها ازاي ما حدش اتكلم في القصة دي فقلنا النهاردة حاول مع حضراتكم نشوف الاسباب نشوف الحلول نشوف نعمل ايه عشان الجمهور تاني يرجع مدرجات ويساند منتخب مصر اول حاجة بس جمهور الكرة في العالم كله هو جمهور كرة بيتفرج على مباراة كرة قدم لمنتخب لفريق لالعب اخرى لأي حاجة هو جمهور رايح يساند ويشجع ويستمتع وينبسط لما الجمهور مايروحش ما نقولش يا فين الوطنية وفين الانتماء الموضوع مش ما تدخلوا ما تكبرهوش يا جماعة اه طبعا طبعا بذلوح لمنتخب مصر احنا فعل حانين مسكين على مصر وبنشجع اواي اواي بس هو عايز يفرج على مباراة عايز يستمتع عايز يكسب عايز يهتف زي اي مباراة كرة في العالم يعني لو في البيت ومنزلتش رحت مباراة منتخب مصر مش هتحط بينكو سين على اسم ان انا كده خاين وما وقفتش جنب بلدي بسيط الموضوع بسيط في مشكلة اه تعالوا بس هنمشي واحدة واحدة في مشكلة اه في مشكلة الجمول لازم يبلى المدرجات في المباراة منتخب مصر في اسباب لده اه في اسباب في حلول لده اه في حلول خدوا المفاجأة في حلول والله في حلول تعالوا مش هواحدة واحدة يلا شباب تعالوا نعرض جيبلكو زي بريزنتيشن كده نفهم منه احنا فين وراحين فين اول حاجة اول مشكلة بتواجه اي مباراة في العالم وتخلي الجماهين ما تروحش هو موعد المباراة موعد المباراة هو ممكن يكون السبب اللي يخل الناس ما تروحش لمطش ايه هو موعد المباراة موعد المباراة الساعة كام يعني اليوم ايه مثلا مباراة جبوتي اللي فاتت كانت يوم خميس ده يوم عمل الساعة ستة مساء احنا بنخلص المباراة او بنخلص شغلنا الساعة خمسة فلما تبقى المباراة الساعة ستة يوم خميس يوم عمل لا وارد جدا ان المدرجات ما تبقاش مليانة هتقولي لا يا كريم ده فيه مباراة كابتتعامل زمان الساعة ثلاثة الدول والناس يعني لازم تبقى المباراة يعني نهائي كسل افريقيا نسيب شغلي واخد اجهازة فالموعب بتاع المباراة يؤثر على حضور الجميل للمباراة عشان كده في انجلترات لو مثلا المباراة بتبقى سابته حد يوم الاجهازة بتاعت الناس في انجلترات لونا احنا بقى نكتر مباراة يوم الجمعة والسابت عشان مباراة الدول المحلي عشان الناس تبقى اجهازة تعرف تروح للمباراة لكن لو متبقى يوم خميس الساعة ستة الناس غالبا مش هتروح بأعداد كبير ودي مشكلة ان اتحاد الكرة كان المفروض يقول للناس فيه لتحضل افريكا جماعة والنبي خلونا لمطش الساعة تسعة مش هيصل حاجة كده كده الناس بقرأ اجهازة يوم الجمعة فممكن المدرجات تبقى مليانة اكتر دي جزئية موعد المباراة التانية الظروف الاقتصادية الظروف الاقتصادية للمواطن تمام ليه حسابات يعني ايه يعني انا هنزل المباراة دي هدفع تذكرت المباراة اللي كانت تذكرت رخيصة جدا بالبلازمة بس مع تذكرت المباراة دي انا ممكن اروح انا ولادي ومراتي يعني ادفع تلات اربع تذاكر فرقم يعمل لي رقم يعني هنأكل كلنا احنا نتغدى ولا نتعشى يا بعد يا قبل المطش تمام هنركم مواصلات كل دي فلوس كل دي فلوس عملة الدفع وايه احنا كلنا كده على بعضين الظروفنا مش احسن حاجة الظروفنا اقتصادية مش احسن حاجة فكل واحد يقول لك ايه يا عم لأ او انا هروح اصرف لي مثلا 200 تلتمين جنيه عشان اتفرج على مباراة ده انا يا دوبك عايز اكمل الشهر الظروف الاقتصادية دي ممكن تبقى عامل من العوامل اللي تخلي الناس ما تروحش للمباراة واقولك نحلها ازاي عشان استسلم هنقولك نحلها ازاي اللي بعد كده الطقس درجة الحرارة في ناس تقولك والله انا روحت المباراة النهاردة الجو حر مش هادر روح الملعب او الجو برد خايفة برد امبرح او يوم الخميس كانت الجو حلو يعني ده مش من المباراة بتاعت يوم الخميس بس احيان تبقى من المباراة يقولك لا المباراة في الشتاء هيحصل لي مشكلة المباراة في السيف لا مش هستحمل الحر فالطقس ممكن يبقى من عوامل المؤسرة اللي الجماهير بسببه ممكن ما تروحش بعض المباراة اللي جاي بقى دي مهمة جدا نمط الحياة نمط الحياة يا جماعة عندنا كلنا اختلف تماما تماما حياة سريعة جدا مليانة مشغوليات يعني بتقول لحد مثلا انت روحت زورت اهلك النهاردة يقول لك والله العظيم ملائيوات طب شفت اصحابك والله ملائيوات فين الوقت الوقت كله بقى مشغول الوقت كله بقى شغل الوقت بقى كله عمل الوقت بقى كله في حاجات بعيدة عن الحاجات الترفاهية اللي منها مباراة كرة القدم نمط الحياة بقى صعب عندنا جميعا طول الوقت انت بستعجل طول الوقت مشغول طول الوقت مش فاضي طول الوقت عندك حاجات كثيرة في مسئولياتك ما خليك مش عارف حتى تترفع انك تروح مباراة لكرة القدم دي جزئية الجزئية التانية لنمط الحياة ده بقى في حاجة جديدة اسمها السوشال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي فانت بقيت بتدور طول الوقت على اللايك والشير والتواصل مع صحابك وقت المباريات اكتر من متعتك وانت واقف في المدرجات بتهتف للعيبة او انا لما ههتف للعيبة حد قالي كده بلي كده لما ههتف للعيبة وقعد اشجع طول الوقت الناس هت او اللعيبة هتيجي تعمل لي لايك يعني اللعيب يجي يقول لي برافو عليك هيعمل لي شير مسلا للهتافة انا هتفت دوت وانا نبع صوتي لكن اذا كدبت بوست مسلا قلت يا سلام عليك يا امام عشور يا بطل فيها كم لايك يا سلام عليك يا محمد يا صلاح يا عظيم فيها كم شير وانا هتفى بيتنا ماسك الموبايل بفرج على المطش فنمط الحياة اتغير هنيجي للحلول هنيجي للحلول طيب حاجة كمان حجم المنافس والمنافسة منتخب مصر يوم الخميس اه المنافسة كبيرة طبعا تصفيات كاس العالم ولكن المنافس سهل فاتبت بقعد في البيت تقول ايه انا منتخب مصر مش محتاجني النهار ده كده كده هيكسب واحد واثنين وتتة واربعة وستة حتى لو مروحتش ده منتخب سهل او جيبوتي ده يعني لو بنلعب مع غنى والسنى لانا باملى المدرجات لكن المنتخب ده منتخب سهل وده بالمناسبة حاجة غلط ان انت بتروح تدعم وتساند وتشجع مهما كان المنافس بس انا بقولك ليه الناس ممكن ما تروحش بعض المباريات لو شاف المنافسة فيقولك المبارة مش محتاجة دي يعني اللي موجود يسد ناخد اللي بعد اه دي بقى من الحلول دي من الحلول المهمة جدا النشاطات حول الملعب دي كانت في الفانزون مثلا في كاس العالم روسيا 2018 اي فانزون اصلا في بطولات كاس العالم او حتى في المباريات اللي بعيد عن الكاس العالم تعملها ازاي تيجي انت عند استاد الكاهرة تقول والله يا جماعة انا هعمل لكوا استاد الكاهرة ده خروجة انت بقى ولادك وغمراتك رايحين للملعب تتفسح يعني اتفسح يعني قبل ما اخشش الاستاد بدل ما اعود في المدرق جوه ساعتين مستني المباراة لا دي انا اخش قبل المباراة بخمس دقيقة مش دايبا يقول لك ايه على فكرة الاستاد اتملق قبل المباراة بربع ساعة بنصف ساعة كان الاستاد مليا كان فاضي خالص وفجأة اتملق ده فوق ربا هم ما بيجوش على المطشة على طول هم بيقافين برا اللي بيشرب حاجة واللي بيأكل حاجة واللي بيلعب واللي بيهزر واللي بيتحك والحياة وفيه فرقة غنائية وقفة بتلعب مزيكة حوالين الاستاد فيه لعب زي دات بتشوفها فيه تفاصيل كثيرة جدا على فكرة ده بسهولة جدا ممكن شركات رعية تخش تعملها والناس تبقى وقفة مبسوطة وايه بقى وهدايا بتتوزع وانا اسكولي ده بيبقى ببلاش وبالعب ببلاش وبسمع اغاني ببلاش ومبسوط كل ده سبونسرز او رعاة تتعامل بسهولة جدا فاصبح الملعب بالنسبالي اللي بدفع فيه تذكرة حتى لو خمسين جنيه حتى لو ميت جنيه هي خروجة كاملة متكاملة انا مش بس رايحة افرج علامات شكورة عاجبني او مش عاجبني لأ ده ممكن اروح عشان الاكتيف دي حوالين الملعب والمباراة دي تبقى اخر اهتماماتي يعني اللي هو تكملة للقصة والانبساط بس لازم مرواحة الاستاذ دي تبقى ممتعة مش انه بس انا شوف 11 اللعب دي 11 اللعب في ساعتين انا نازم البيت ودفع مواصلاتي وقاتلي وشوربي فانا عايز ااخد خدمة متكاملة ممتعة للغاية في اليوم اللي انا هخرج فيه انا وولادي مش هتبقى بس مباراة لكرة القدم دي نقطة مهمة جدا اتمنى المسؤولي في سادة الكرة والرعاة والتحاد الكرة يتحركوا فيها وبسرعة اهو الخدمات المقدمة وجوداتها بالمناسبة المطعم ده عشان السورة ممكن تبقى اشواطها لحضراتكم المطعم ده هو شايف ارض الملعب يعني بعد الازاز فيه ارض الملعب الناس دخل بتاكل وبتشرف في الاعدا الحلوة اوي دي الاعدا الحلوة اوي etime بتعارفين طبعا الراحل استادات عندنا لانا تقول استاكل لو تشرف بتبقى قاعد فين او واقف فين مع كامل واحترام للجميع بس ده متعة متعة اهو اكني رايح كافية او مطعم في مصر في اي حتة في مصر في كافيهات ومطاعم طبعا جودة في مصر اعظم من كده بكتير بس تخيل بقى لو الكافيهات والمطاعم اللي بجودة عالية او اسماء كبيرة في مصر دي قررت انها تفتح في الاستاد تفتح فروع في الاستاد بس دي اماكن مهمة اماكن مميزة فانا وانا نازل من بيتنا رايح ايأكل اكل نظيف او اكل حلو او اكل بحبه رايح اشرب شرب لطيف باخد القهوة بتاعتي قبل ما اخش المدرج بابقى مبسوط مركز قاعد القهوة بفنجان مش في كوباية بلاستيك والشاي نفس الموضوع والموضوع ممتع ولذيذ خروجة الطفل اللي معايا انا عايز سندويتش همبورجر انا عايز واحد اهده الجبا عشان ايه قبل ما اخش المدرج فاهم بين الشوتين بيخشوا عدو القاعدة دي ويأكلوا ويشربوا ويرجعوا يكملوا المباراة عادي جدا تخيل لو ده موجود في الملاعب تخيل انا هنا اللي استاد بالنسبة لي بقى خروجة ومتعة خد اللي بعد توفير وسائل وسائل مواصلات طيب نفسك كنت بقول لك دي من الحلول يعني انه الراجل بيبقى شايل هم فكرة انه انا نازل رايح مباراة هدفع تذكارة مباراة هدفع مواصلاتي هدفع اكل هدفع حاجات كتيرة اوش زمان في مصر هنا مش زمان ده اوي يعني لحد فترة قريبة كنت بسمع اخبار يقول لك ايه فيه اوتوبيسات من التحرير هتنقل المشجعين لملعب المباراة وفيه اوتوبيسات في عباس العقاد هتنقل المشجعين لملعب المباراة والتساكر بنص التمن او ببلاش وتفاصيل كثيرة جدا كان ببقش اسمها خالص خالص لا موضوع المصر ده بقى مهمة جدا جدا وبعدين ما شاء الله احنا عندنا شركات نقل خاصة كثيرة وممكن كلهم يخش يقول لك ايه بس اقول ان انا الراعي الناقل ليك ولا مش عارف اسمي ايه وانا هوصل لك كل الجماهير ده الستاد وببلاش اي حاجة اديها وصغها وسميها زي ما انت سميها الناقل الرسمي لبطورة تصفيات كاس العالم سين فسين دوت هيدي برومو كود للمشجعين يروحوا بين الستاد ببلاش او بخصم خمسين ستين سبعين في المية في حاجات فانت لو شلت من عليا الهدك ده الضغط ده المالي ده انا هقول ايه طب مروح الستاد ده 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 المواصلات ببلاش ده التذكرة بخمسين جنيه ده الاكل هاخد عليه خصم ده هيبقى رخص من الاكل انا هاكله بر وحتى لو مش هيبقى رخص بس يبقى اسمي فراجطة على المطش وكلت في نفس المكان الدنيا تغيرت فكرة انه نتعامل مع مباريات الكرة ان هي في حد ذاتها طرفيه ده خلص لازم تديني حاجات اكسترا مع المباراة ما تدينيش المباراة وتحسسني انه رأي هاخد اعمل تسك لازم تشجع ودتعام منتخب مصر حانية بتاعك حبيبي هعمل كده بس اه انت بقى هتديني ايه يعني هيرروح اشجع منتخب مصر انا كمان عايز اللعيب بياخد اللعيب اللي بيلعب لمنتخب مصر بياخد مقابل للعب لمنتخب مصر مكافئات للعب مع منتخب مصر انا بقى كمشجع كمان عايز خدمة في المقابل ده انا عشجع بس ديني خدمة على الال خد اللي بعدها ساعة الملعب دي اخر واحد لو فكيني الاولى اللي هو اهمية المباراة اهمية المباراة واهمية البطولة اللي انت بتشارك فيها لو لقيت ان البطولة مش مهمة او لقيت البطولة مهمة بس المباراة اه مش قواة جدا زي مباراة جيبوتي اللي فاتت مش لازم تلعب المباراة في استاد القاهرة اللي بيشيل ستين وسبعين وتمعين ألف مشجع مش لازم عشان كيه جابش هيجيلك ستين وسبعين وتمعين ألف مشجع بس ممكن تروح لستاد اسكندرية اللي بيشيل 25 ألف مشجع فهيبقى انو هكايني الاستاد مليان وسوط الجماهير يبقى بيرن في المرعب وتبقى الدنيا ألطف انت حسبها وخليك دايما مركز مع المباراة لقيت مباراة جيبوتي في أول التصفيات فالجمهور مش هيبقى كتير فخليها دي في اسكندرية جينا في أخير التصفيات مباراة مهمة جدا مع منتخب بوركينة وحاسمة للسعود فخليها في استاد القاهرة عشان الاستاد هيبقى عايز يتميلي ويتميلي الاستادات اللي جنبه كمان احسبها طول الوقت خليك دايما عندك المرونة في موضوع الملعب ده عشان تبقى الأمور فيها الزكاء في التعامل مع الحضور الجماهير انا حبيت اعرض الكلام ده كله عشان عايزين نوصل في النهاية ان يرجع جمهور منتخب مصر يملى المدرجات بالشكل ده بالمناسبة الجمهور اللي قاعد ده كانوا بيتريقوا عليه فترة غريبة في 2019 تحديدا قالك الجمهور ده غير جمهور 2016 اللي كان رايح يموت نفسه ويعمل ومش عارف ايه وده جمهور يعني فئات مختلفة من الفئات اللي كان بتخش قبل كده اي جمهور دلوقتي يعني الجمهور ده كان بياخد هدايا وداخل شركات اتصالات مش عايز كاب بتديره ايه بمناسبة شركات الاتصالات ممكن زمان انا فاكر كان فيه حاجة في كاس الامر افريكا 2006 تقريبا في 2006 كان شركات الاتصالات تقولك ايه ابعد صورتك وهنعرضها على الشاشات ديت فالناس كلها كابت ابعد صورتك كان بيروح لصدق عشان صورتهم يشوفواها على الاستاد ده فيه 80 فكرة تخليك تروح وتملى المدرجات بالشكل ده فعايزين بقى جندي في المدرجات ما فيش الكلام ده انا رايح اتفسح يا جماعة انا رايح انبسط بيش تقول لي مسئولياتك ودورك وانا رايح انبسط برضو يعني تخليك معايا في الانبساط وانا هدي المنتخب مصر انا عساها المنتخب مصر لعيبة منتخب مصر نفسها كلهم للجالة وكلهم لعيبة عظيمة بس دايما بيدوروا بيسألوا على مكافآتهم مع منتخب مصر الفوز اللي عملناها والمباراة اللي عمناها لعيبة منتخب مصر كمان بتاخد فلوس او بتاخد مقابل للاعبها لمنتخب مصر انا بولكش ادي للجمهور فلوس بس اديلوا تسهيلات اديلوا خدمة ركز وافهم ليه الجمهور ما بيروحش المدرجات دلوقتي على فكرة مش بس مطشط منتخب مصر حتى مباراة الاندية بعض المباراة الاندية الجمهور ما بيروحاش بشكل كبير جدا عشان الاستاذ ما بقاش حاجة طرفهية بالنسبة 100% للجماهير لجعها تاني حاجة طرفهية بالحاجات اللي انا كنت لسه اعرض عليك بعض الافكار بالنسبة فيها افكار كتيرة ممكن تشتغل عليها مش بقولك النهاردة انا جايب لك كل الافكار ولا انا هبقى انا المفروضة بقى مسؤولة عن اتحاد الكرة في مسؤولين عن اتحاد الكرة قضرة واعلم وفاهمين وفي شركات رعية بتشتغل في القصة ديت شوفوا وذكروا وقولوا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي جمهور الكرة يرجع تاني يحب المدرجات يحب يملى لاستاذ مرة اخر